السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد حياكم الله وإخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم والسفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب أخواني وأخواتي وردت إلي أسئلة كثيرة جدا أبدأها بسؤال الأخ أبو تركي من الجزائر يقول وجدت لقطة وعرفت صاحبها ولكني لم أرجعها إلي وتصرفت فيها وتلفت بعد استعمالي لها والآن أدركت خطأي وظلمي لكني لم أستطع الوصول إليه لطلب الحل منه وإرجاء ثمانها ثماء العمل أبو تركي من الجزائر بارك الله فيك لا شك بأن من التقط لقطة فهي أمانة في يده حتى يجد صاحبها وذلك لمدة عام كامل يعرفها في الموضع الذي وجدها فيه ما عدا المسجد فإن المساجد لا تنشل فيها انضوال ولكن عند باب المسجد أو في طبعا الأماكن التي يغلب على الظن بأن الناس يسألون فيها عموما أنت أدركت خطأك وظلمك ولذلك أخي الفاضل هذه لا شك بأن خيانة للأمانة والله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤد الأمانات إلى أهلها نبي عليه الصلاة والسلام يقول أد الأمانة إلى من اتمنك ولا تخل من خانك الآن يجب عليك أن تصل إليه وذلك ببدل الوسائل وبالسؤال وحتى تصل إلى قناعة أو يقيم بأنك لا لم تهتدي إليه وبعدها ممكن تتصدق بثمنها ترجو الثواب لصاحبها أم علي من ألمانيا تقول عندي ذهب 385 جرام ألبسه في المناسبات هذا الذهب للزينة يعني تقول هل الذهب هذا تجب عليه الزكاء أم لا أختي أم علي من ألمانيا بارك الله فيك بالنسبة لي الذهب الملبوس لأجوبة كثيرة حول زكاة هذا الذهب وذكرت بأن جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الذهب المعدل للاستعمال والزينة واللبس لا زكاة فيه لا زكاة فيه وإنما الزكاء على الذهب المكنوز أو الذهب المعدل التجارة وعلى هذا أخت الفاضل قول جماهير أهل العلم وهو قول جمع من الصحابة أن الذهب الملبوس المعدل الزينة والاستعمال لا زكاة فيه حتى ولو كان يعني بلغ مثلا كميات كبيرة عبد المالك من الجزائر يقول أنا أعمل في منطقة تبعد عن منزلي أربعمية وثلاثين كيلو متر أمكث في تلك المنطقة شهرين أو أكثر هل يجوز لي القصر قصر الصلاة أثناء الذهاب أو العودة عبد المالك من الجزائر بارك الله فيك وحفظك الله بالنسبة لما بين المدينتين وأنت في الطريق نعم أنت مسافر تقصر وتجمع إن احتجت إلى الجمع وأما في منطقة العمل فلا وذلك لأن هذه تعتبر إقامة ثانية لك ما دام أنه قد وفر لك السكان ويعني أنت مستقر هذه المدة فهذه تعتبر إقامة ثانية لك تتكرر وتتردد على هذه المنطقة فلا تترخص بشيء من رخص السفر وإنما تصلي صلاة أمقي منيرة من السعودية تقول يعني أهلي وأمي وأبوي ظلميني كثير لدرجة لا توصف يأخذون فلوسي وقبل فترة قطعوا نصيبي من شاب تقدم لي ورفضوه يعني علشان يعني تقول شكل أو شيء من هذا القبيل تقول كيف أكون يعني بار به منيرة بارك الله فيك ولا شك بأختي الفاضلة بأن هذا نوع من أنواع الابتلاء فقد يبتلى الأولاد بآبائهم وأمهاتهم وقد يبتلى الآباء والأمهات بأولادهم ولذلك اختي الفاضلة كما أنهم عصوا الله فيك ويعني ضيقوا عليك وظلموك كما تزعمين أنت فأنت أطيع الله فيه أطيع الله عز وجل فيه ولا تقابلينهم بنفس العمل وإنما بريهم قدر المستطاع وأحسني إليهم وستجدين بركة هذا في حياتك ولعل صرف هذا الشاب خير لك أنت ما تدرين لكن عموما لا يجوز لي الوالدين أن يظلموا أولادهم ولا يجوزوا أن يتسلطوا على أموالهم إلا إذا كانوا فقراء أو محتاجين إذا كان الأب أو الأم يعني إذا كان فقيرين محتاجين نعم لهم الحق في مال الأولاد أما إذا كانوا أغنية لا يجوز لهم وكذلك إذا منعوك من الزواج علشان يستغلونك من حيث الراتب هذا الظلم وأن أخشى على الوالدين من العقوبة المعجلة لأن هذا نوع من أنواع البغي حرمه الله سبحانه وتعالى أمت الله من الشارقة تقول عندي ثلاثة من الأبناء أعمارهم أربعطعش وإهدى عشر وخمس سنوات أدخل لهم بعض المال يجوز إخراج زكاة مالهم لجدتهم لأمهم أختي أمت الله من الشارقة بارك الله فيك وأصلح الله لك الذرية كما أسأله جل وعلا أن يصلح لك النية وأن يبارك في أولادك أختي الفاضلة بالنسبة لهؤلاء الأولاد الذين تدخرين لهم المال نعم تجيبوا الزكاة في أموالهم وأنت المسؤول عن ذلك بالنسبة لإخراج المال للأصول لا ما يصلح أنك تعطين هذا المال لجدتهم وإنما أنت تنفقين على والدتك بارك الله فيك ولا تعطينها من الزكاة لأننا فقط هواجب عليك بارك الله فيك الأخت أمم حمد من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول يعني بأن يعني هي تزوجت في بيت أهلي زوجها وتقول زوجها لديه أخت واحدة فقط متزوجة وعايشة في منطقة ثانية تقول توفي والدي زوجي قبل خمسة عشر سنة ومن ثم توفي زوجي قبل أربع سنوات بقيت أنا وأولادي في البيت عمت الأولاد علاقتنا بها طيبة ومتواصلين وتأتي لزيارة لكن لم تطالب بحقها في البيت من أخيها بعد وفاة والديها ولم تطالب بحقها مننا هل علينا إثم أختي أمم حمد من اليمن بارك الله فيك وتشكرين على هذا التفكير وذلك بإعطاء الحقوق مستحقيها وتعقيها وتوفير الحضوب ذويها وبالنسبة لعمة الأولاد لا شك بأن لها حق في تركة والديها أما في تركة زوجك لا لأن أولادك يحجبونها أولادك يحجبونها ولذلك اخت الفاضلة راسليها وكلميها وقولي لها بأن أنت ما طالبتي في شيء مما يتعلق بنصيبك من بيت الوالد على حيات أخيها حتى تعرف القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا قالت نعم أريد أعطوها قيم نصيبها وتعطونها إذا قالت لا ما أريد فقد تنازلت عن حقها والساقط لا يعود نادية من الجزائر بارك الله فيها تسأل تقول أنا أستعمل دواء لعلاج فطريات أظافر أصابع الأرجل وهو عبارة عن طلاء شفاف كيف يمكن الوضوء والصلاة وربما الطلاء يمنع وصول الماء إلى أظافر الرجلين علما أن يستعمله مرتين في الأسبوع نادية من الجزائر بارك الله فيك بالنسبة لأي شيء يمنع من وصول الماء إلى البشرة في العضو عضو الوضوء فإنه لا يصح الوضوء إلا بإزالة هذا الحائل أو المانع ولذلك طلاء الأظافر هذا هذا يمنع من وصول الماء إلى البشرة إلى الأظافر ولذلك أختي الفاضلة ما يصح الوضوء أنت تقولين أنك يعني تستعملين مرتين في الأسبوع أليس كذلك؟ بلى كما ذكرت أنت فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة أنك تتوضعين وضوء كامل ثم تضعين الطلاء هذا اللي هو دواء ثم تلبسين عليه الجوربين تلبسين الجوارب في الرجلين وتمسحين عليها مدة يوم وليلة وبهذا الحمد لله يعني تحققين الغرض اللي من أجله وضعت الطلاء وتمسحين المسح المشروع على الجوربين أعتقد بهذا وفقت الحمد لله بين الجانب الديني وهو مسألة صحة الوضوء والصلاة والجانب الدنيوي وهو العلاج والتطبب الأخ بشرى من كينيا بشرى يقول ما حكم خطبة الجمعة بغير اللغة العربية يعني الخطبتين بشرى من كينيا بارك الله فيك بالنسبة لخطبة الجمعة الأصل أنها تكون باللغة العربية أما بغير العربية فقد اختلف العلماء منهم من منع ومنهم من أجاز ومنهم من قال إذا كان من يستمع من غير العرب أجاز أن يخطب باللغة العربية وهذا هو الذي يظهر أنه الراجح فإذا كان الذين عندكم لا يعرفون اللغة العربية وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فما فائدة الخطبة بالعربية إذا كانوا هم لا يعرفون العربية لكن على أن يلتزم الخطيب الآيات القرآنية كما هي في القرآن يعني يقرأها باللغة العربية فعليه يا أخي الفاضل يجوز الخطبة بغير العربية إذا كان كل من في المسجد لا يحسن العربية أما إذا كان قسم منهم يحسن العربية وقسم لا يحسن فأنا أنصح الخطيب بأن يجعل الخطبة الأولى كلها باللغة العربية والخطبة الثانية ممكن أن يجعلها بلغة القوم وتكون مترجمة يعني يعطي خلاصة الخطبة الأولى أم سالم من مصر تقول أنا الحمد لله يعني ملتزمة وأصلي وكل يعني وقت في وقته ولكن عندي مشكلة زوجي منه ولدين متزوجة من 13 سنة لكنه لا يصلي وإذا صلى يصلي الجمعة فقط مرة واحدة كل فترة طويلة تقول أنا أخشى أن أكون يعني السبب في خراب بيتي إذا طلبت الطلاق إلى آخر ما ذكرت أم سالم من مصر بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يفتح على قلب زوجك وأن يهديه أخت الفاضلة احرصي على وعظه وتذكيره وتنبيهه وإرشاده وتعليمه أيضا ويعني أنا ما أدري سبحان الله العظيم كيف مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يصلي ولذلك أخت الفاضل اجتهدي على زوجك فلعل الله عز وجل مع دعواتك الصادقة يفرحك بخبر أن زوجك بدأ يصلي خاصة وأن مع الوعظ سؤاله لماذا لا يصلي فإذا قال والله أنا بعدين أصلي قولي له هل أنت ضامن تعيش إلى الغد إذا ضامن تعيش إلى الغد نعم أما إذا يعني الإنسان جالس في هذه الدنيا على خطر إذا قال والله أنا عندي ذنوب ومعاصي كيف أصلي قولي له الصلاة تكفر الذنوب والمعاصي إذا قال والله أنا أصحابي رفقة كذا ما يصلون قولي لا أترك هؤلاء لأنهم سيتخلون عن كوم القيامة ويبيعونك وإحرص على أن تصاحب الأخيار وأكثر من الدعاء ولا تستعجرين بطلب الطلاق عسى الله جل وعلا يفتح على قلبه بشير من الجزائر يقول بعض التجار عندنا يقومون بتحويل الأموال للناس من مدينة لأخرى ويأخذون مقابل مبلغ مقابل هذا التحويل هذا المبلغ عبارة عن واحد بالمئة من المبلغ المراد تحويلها المعاملة الصحيحة بشير من الجزائر بارك الله فيك الجواب نعم هذه المعاملة الصحيحة هذا التاجر الذي يحول المبالغ من بلده إلى بلد آخر طبيعي جدا أنه سيأخذ أجرة في مقابل تحويل المال وإذا قال التاجر أنا أخذ نسبة ووافق المحول الذي يريد الصرف أو التحويل جاز ذلك ولله الحمد والمن أم عصام من ليبيا تسأل عن كيفية أخذ ماء الوضوء من الشخص العائن ليصب على الذي أصابته العين أم عصام من ليبيا بارك الله فيك بالنسبة للطريقة جاء في دواوين السنة توضيحها كما في قصة سهل بن حنيف مع عامر بن ربيعة لما أعانه وقال ولا جلد مخبأ لأن سهل بن حنيف كان جميل وأبيض فلما نزل يقتسل قال عامر بن ربيعة ما رأيته ولا جلد مخبأ يعني هو رأى جسمه وبياض فأعجب فلبط يعني سقط في الماء واستصرخ النبي عليه الصلاة والسلام قال من تتهمون قالوا فلان فتغيض عليه وغضب عليه ثم قال له إذا رأى أحدكم ما يعجب فليبرك يقول اللهم بارك ثم أمروا أن يغسل وجهه ويعني ذراعيه ورجليه وداخلة إزاره ثم صب على رأس سهل بن حنيف من ورائه فقام يمشي مع القوم ما كأن به شيء ولذلك أخت الفاضلة الطريقة الصحيحة تأخذون وضوء العائن وأيضا ما في داخلة إزاره يعني مثل الفانيلة كل ما هو ملتصق بجلده وتعصرونها مثلا وتصبون على رأس المريض من الخلف أو تصبون على رأسه من أي جهة أو بدنه ولا يلزم أنه يعني يتجرد عن الثياب أو الشيء هكذا يصب وله هو آخذه وصبه على نفسه أو اغتسل به أيضا كل هذا نافع بإذن الله أم عبد الله عادل من سلطنة عمان تقول هل يجوز قراءة القرآن من الجوال وهل يجوز القراءة منه بقصد الختمة أم عبد الله من سلطنة عمان بارك الله فيك وتقبل الله منك الجواب نعم يجوز القراءة من الجوال إذا كان فيه تطبيق القرآن ويجوز الختمة أيضا من الجوال إذا كان فيه تطبيق القرآن لأن الغرض إخواني وأخواتي قراءة القرآن والوسيلة أي وسيلة مشروعة يعني أو مباحة يعني مثل قراءة القرآن من المصحف قراءة القرآن من التفسير قراءة القرآن من الكمبيوتر قراءة القرآن من التطبيق الموجود في المحمول مثلا من أي وسيلة قراءة القرآن من حفظ الإنسان مثلا يقرأ القرآن من حفظه أيضا ولو تختمين كل هذا جائز ولله الحمد والمن عبد الرحمن حسام من مصر يقول رجل اتفق مع ورثة شخص على بيع أرضهم له واتفقوا على الثمن وكانت له سيارة يريد بيعها حتى يدفع لهم وقبل بيعها اتصل بهم وقال لهم هل أمضي في بيع السيارة أو لا حتى أدفع لكم قالوا امضي بعد بيع السيارة والاتفاق قالوا له لن نبيع لأن أختنا أختنا بيننا لا تريد البيع والآن أراد أن يرجع أن يرجع سيارته يدفع مبلغ يزيد عما باعها به بتقريبا 200 ألف ورغم ذلك لم يوافق المشتري لأن السيارات يعلو سعرها عندنا لعدم استقرار السوق والآن فوجئ بأن الورثة سيبيع الأرض لرجل آخر فهل له أن يرجع عليه بخسارتي في بيع السيارة وهو قدرها 150 ألف وليس 200 ألف أخوي عبد الرحمن حسام من مصر بارك الله فيك لا شك بأن هذه خصومة وممكن تلجأ إلى القضاء لاسترداد حقك إلا إذا قلت هؤلاء ممكن أنهم يسمعون الكلام وإذا قلنا لهم بأنهم ارتكبوا خطأ لا يحتاج إلى محكمة وممكن يعوضوني الجواب نعم مدام أن هؤلاء أطلقوا البيع وقالوا له بيع ونحن بيعناك أرضنا خلاص يعني ليس لهم الخيار في هذا إلا خيار الغبن أو مثلا خيار شرط مثلا وضعوه مثلا أما والحال كما ذكرت فهؤلاء يتسببوا لهذا الشخص بخسارة ولا يجوز لهم ذلك ولن يبارك الله عز وجل لهم في هذه البيعة إذا فعلا هم طمعوا بشيء أو جاء شخص يسوم على سوم أخيه أو يبيع على بيع أخيه فهؤلاء لن يبارك الله عز وجل لهم والواجب عليهم أن يستغفروا وأن يعيدوا المسألة وكما أنهم وعدوك يجب عليهم أن يفوا بهذا الوعد ولذلك لك الحق الكامل في مطالبتهم بالبيع يعني يعود البيع كما كما اتفقت ما عليه أو أن يعوضوك الخسارة التي تسببهم بها الأخ بودانة من الإمارات يقول يعني هو يريد توضيح لجواب لي سابق عن مسألة المصلي إذا نسي الفاتحة في الركعة الأولى وما تذكرها إلا في الركعة الثانية ويقول بأني أنا قلت بأن تقوم الركعة الثانية مقام الأولى يعني تسقط الركعة الأولى يقول هل هذا يعني هو الجواب الذي أنا فهمته الجواب نعم يا أخي الفاضل أولا قراءة الفاتحة يا أبا دانة ركم من أركان الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له ثانيا أن من نسي الركن حتى فات وقته ومحله من الركعة الثانية سقطت الركعة الأولى بأكمله وقامت الثانية مقام الأولى فالرجل هذا بعدما انتهى من قراءة الفاتحة في الركعة الثانية أو ركع مثلا تذكر بأنه ما قرأ الفاتحة في الركعة الأولى سقطت الركعة الأولى كاملة أما إذا تذكر في أثناء قراءة الفاتحة فإنه يرجع إلى الركعة الأولى يعني بمعنى الآن الركوع والسجود الذي حصل هذا كله لغو لماذا؟ لأن فيه ركن قبل الركوع والسجود هدم وهو قراءة الفاتحة فهو الآن وهو يقرأ يعتقد بأنه خلاص الآن هو ما زال في الركعة الأولى ثم يكمل صلاة على أن هذه الركعة الأولى بارك الله فيك مازل من العراق يسأل يقول في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء هذا يجزي قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بدلا عن قراءة سورة الفاتحة يقول تعلمنا هذا من بعض فقهائنا وإذا كان لا يجوز فهل يمكن الجمع بينهما خروجا من الخلاف مازن أفون أبو مازن أبو مازن من العراق بارك الله فيك أخوي الفاضل بالنسبة للركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية أو ركعة الأخيرة من الصلاة الثلاثية يقرأ فيها الفاتحة ولا يقرأ بدلا عنها من الأذكار ولا يؤتها ببدلا عنها من الأذكار وهذا قول جماهير أهل العلم والأدلة على ذلك ظاهرة النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له وكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة عليه الصلاة والسلام ولذلك هذا القول الذي ذكرته هذا لا يوجد عندنا في المذاهب الفقهية ما يوجد عندنا هذا القول بأنه والله بدل الفاتحة يقول سبحان الله والحمد لله وإن كان مروي عن بعض الفقهة لكن هذا مصادم للأدلة مصادم للأدلة الأدلة في أدلة السنة النبوية ولذلك لا يجوز للإنسان أن يعتقد بأن حتى أخرج من الخلاف أجمع بين الفاتحة وقول سبحان الله والحمد لله لماذا؟ لأنه لا يوجد نص على هذا والخلاف شاذ وضعيف هذا إذا اعتبرنا خلاف هو ليس بخلاف الواقع بارك الله فيك خلود من السعودية تقول ما حكم الصلاة على السجادة التي يكون اسفنجها عالي ما حكم ذلك خلود بارك الله فيك بالنسبة للإنسان إذا صلى على شيء مرتفع فإذا كانت أعضاء السجود تستقر على هذا الشيء وأيضا الرأس إذا سجد ينكبس على هذا الشيء يعني ما يكون مرتفع والأعضاء تستقر صحة الصلاة حتى لو كانت السجادة من الإسفنج أما إذا كانت الأعضاء ما تستقر أو الشخص إذا وضع رأسه لن ينكبس على محل السجود لا نقول لا بد من استقرار أعضاء السجود كلها على الأرض الأخ مرعي من السعودية بارك الله فيه يقول عندي أب يضرب ويتبرى من ابنه ويقول عاق ويمنعه من توصيله إلى المدرسة والابن غير عاق ماذا يفعل الولد حيال ذلك مرعي من السعودية بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يبارك فيك يا أخي الفاضل هذا لا شك بأنه نوع من الابتلاء ولذلك واجب على الابن أن يبر أباه وأن يحسن إليه فكما أن الأب عصى الله في ابنه من خلال الضرب ومن خلال التهمة بأنه عاق ومن خلال التفريط وعدم الاهتمام على الولد أن يطيع الله فيه وسيجد بركة هذا في عمره وفي حياته وحساب الوالد هذا على الله وأنه أذكره وأخوفه بالله عز وجل بأن يتقل لها في ابنه وأن لا يمارسها مثل هذه الطريقة في التعامل مع ابني فهي من أسوأ الطرق التربوية هذا هذا لا يليق ولذلك الله عز وجل سائله عن ابنه يوم القيامة لكن عليك يا أخي مرعي إذا كنت أنت أو تسأل عن أخيك بالصبر واحتساب الأجر ومعاملة الوالد بالحسنة والإحسان إليه والدعاء له بالصلاح أمت الله من روسيا تقول هل ينقض الوضوع عندما أغسل لطفلي أثناء تغيير البامبرز أختي الفاضلة أمت الله من روسيا بارك الله فيك بالنسبة لهذه المسألة هل لمس فرج الطفل ينقض الوضوع إذا كانت الأم متوضعة هذه مسألة خلافية الراجح من قول أهل العلم أن تغسيل الأم لطفلها ومسها لفرجه بيدها هذا لا ينقض الوضوع هذا هو الراجح من قول أهل العلم ولذلك لا حرج عليك في ذلك أهم شيء أن تغسل النجاسة التي وقعت على يدك بسبب التنظيف بارك الله فيك أم أحمد من اليمن تقول عندي ذهب لم يبلغ النصاب وبعد ست سنوات اشترى زوجي ذهب وجمعنا الذهب وبعناق قبل شهر واشتريت قطعة أرض وبعدما بعناك تشفت أنه بلغ النصاب وإذا فرقت الذهب حقي عن زوجي يطلع غير بالغ للنصاب هل عليه زكاة وزوجي مستأجل لنا غرفة واحدة ما نستطيع نخرج الزكاة ما العمل يا أم أحمد من اليمن بارك الله فيك إذا كان الذهب الذي عندك لم يبلغ النصاب وذهب زوجك الذي ملك له لم يبلغ النصاب فجمعت ذهبك مع ذهب زوجك لا لأنه وهبك إياه فملكتيه وإنما هكذا فقط ما عليكم زكاة ما عليكم زكاة لأن هذه ليست الخلطة التي تجب فيها الزكاة هذا مال وهذا مال لكن مثل ما يوضع حساب الزوجين أو مال الزوجين في حساب واحد مثلا فتقولين إذا قلت الذهب اللي اشترى زوجي بلغ النصاب وذهبي لم يبلغ النصاب نعم يزكي زوجك الذهب الذي عنده حتى لو كان في يعني الزمن السابق ومن تبهتم له بارك الله فيك أحمد من مصر يقول أنا إمام مسجد وخطيب لكن عندي مشكلة مع ما يحصل عندنا إذا مات الميت يقومون بالإعلان عن وفاته ووقت الجنازة في المكروفون وأيضا آخر ما يتعلق بالأطفال الذين يعني يكونون مفقودين مثلا يطلب مني بأني أنا أعلم في المكروفون بأن الطفل تائه وشيء من هذا القبيل يقول أنا كإمام مسجد أقع في ورطات مع الناس ومثل هذه الطوارئ التي لا أستطيع إيقافها إلى آخر ما ذكر أحمد من مصر بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله توفيقا أخي الفاضل بارك الله فيك أولا بالنسبة لما يتعلق بمسألة الإعلان عن الميت بالمكروفونات وذكر بأن فلان ابن فلان توفي أو المحسن الكبير أو الرجل الصالح هذا يشبه نعي الجاهلية هذا يشبه نعي الجاهلية ولذلك احرص قدر ما تستطيع أن تبطل هذه العادة نبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النعي وهو نعي أهل الجاهلية أن يقوم قائمهم ويقول مات العظيم مات الشجاع مات المحسن مات الكريم مات كذا ويدعو الناس وكذا هذا كله من نعي الجاهلية أما قضية أنه والله أنت كإمام مسجد ذكرت جماعة مسجد قلت لهم فلان جارنا فلان أحد جماعة مسجدنا توفي نصلي عليه هنا أو في المسجد الفلاني طيب هذا لا حرج كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا مات أحد يذهب إلى مجالس بعض الناس يقول فلان مات نصلي عليه حتى يعني يشهد الناس أما أن يقوم في المكروفونات أو على ظهر سطوح المساجد لا هذا يشبه نعي أهل الجاهلية فحاول قدر المستطاع أنك تقرأ على الناس تعلم الناس ما بين فترة وأخرى وهذا ليس هناك داعي الناس الآن ينتشر الخبر عندهم بشكل سريع مسألة المنادة على الطفل التائه أو الضائع هذه أيضا مسألة خلافية أنه من العلماء من ألحق هذا بالضوان وأنه لا تنشد في المساجد وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إنشاد الضالة في المسجد ويقال لمن أنشد لا ردها الله عليه لكن هي مسألة خلافية هل الطفل يلحق بالضوال هذه الطفل الذي تاه هل يلحق بالضوال الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يلحق بالضوال التي مثل البهائم مثل فقد النقود مثلا الطفل يختلف ذلك وذلك لأنه معصوم النفس والدم ولأن له حرمة أيضا أعظم من حرمة المال ولذلك هو لا يسمى لقطة ولا يسمى وإنما هذا الطفل تاه فلو طلب منك لا حرج أنت بعد الصلاة تقول تعلم بأن فقد الطفل في حارتنا فقد الطفل في مسجدنا أبوه يسأل عنه أخوانا يسألون عنه لا حرج في ذلك لكن على أن لا تعلن هذا في المكروفونات أو السماعات وإنما لجماعة مسجدك عبد الحكيم من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول المسعى للجوارب هل هو جاء الشرعي لمن ليس لديه عذر يعني يجبره مثلا ضرورة لبس الجورب عبد الحكيم من ليبيا بارك الله فيك عبد الحكيم من ليبيا أخوي الفاضل بارك الله فيك بالنسبة لي من لبس الجوربين على طهارة ولو لم يكن مضطرا إلى ذلك ولا محتاجا إليه فأحب أن يمسه عليه مجاز له ذلك لأن المسعى الخفين رخصة والحديث التي وردت في مشروعية المسعى الخفين ومثلهما الجوربين بلغت حد التواتر حديث المسعى الخفين بلغت حد التواتر والمسعى الجوربين فيه حديث وفيه أيضا فيه آثار الصحابة الكرام رضي الله فلا حرج في ذلك بارك الله فيك عبد الله أيضا من ليبيا يسأل يقول ما حكم قول صباح الخير مجردا بعد السلام بدون إضافة لفظ الجلالة كقول نصبحك الله بالخير أو ما يشابهها عبد الله بارك الله فيك من ليبيا يجوز للإنسان أن يقول بعد السلام صباح الخير مساء الخير يجوز لا حرج في ذلك ما دمت أنك قدمت السلام فقد أيته بالمشروع بعد ذلك هذه من الكلمات التي الطيبة وقول للناس حسنة وقول لعبادي يقول التي أحسن الكلمة الطيبة الصدق يقول النبي عليه الصلاة والسلام والتي قبلها آيتين ذكرتها والكلمة الطيبة الصدقة حديث تقوله لا حرج صباح الخير مساء الخير ولا يشترض أن تقول صبحك الله بالخير مساءك الله لا يشترض لكن أفضل لو قلت صبحك الله بالخير مساءك الله بالخير مثلا لكن لو قلت صباح الخير مساء الخير لا حرج في ذلك ولله الحمد والمن أمرامي من لبنان تسأل عن زكاة الأسهم تقول أريد توضيح في ذلك أختي أمرامي من لبنان بارك الله فيك بالنسبة لزكاة الأسهم تختلف باختلاف طبيعة الأسهم فإذا كانت أسهم مضاربة يعني يقلب الإنسان الأسهم في السوق كلما ارتفع باعه كلما انخفض اشترى ويراقب السوق دائما هذه الزكاة على سعر السهم السوقي مع الأرباح مضافة إليها الأرباح ولو حالت في نفس اليوم الذي حال عليه الحول فإنها تضاف إلى أصلها وتخرج الزكاة وذلك بتقييمها بالقيمة السوقية وليس الدفترية الإسمية لا بالقيمة السوقية قيمة البيع وتحسبين وتقسمين على أربعين وتخرجين الزكاة أما إذا كانت الأسهم استثمارية الشخص يعني اشترى أسهم ونسيها يقول أنا لا أريد أتاجر فيها أريد أرباح فقط ويجني أرباح سنويا أو كل نصف سنة أو فصلية مثلا هذه الزكاة على الأرباح حينما يقبضها يستقبل بها سنة جديدة 12 شهر قمري عربي إذا استهلكها وصرفها ما علي زكاة إذا بقيت إلى آخر الحول فنتجب فيها الزكاة يخرج ربع العشر ونحن نذكر دائما نسهل على الناس نقول بأنه يقسمها على أربعين بارك الله فيك الأخ عبد الله من السعودية يسأل عن شمع الأذن يقول والقشر الذي يكون بالأذن هل يمنع أو الذي يمنع وصول الماء في الوضوء والغسل يقول ما حكم ذلك هل يمنع الوضوء عبد الله من السعودية بارك الله فيك قبل ما أجيبك على السؤال أخبرك بالحكم حكم مسح الأذنين جمهور العلماء يقولون مسح الأذنين سنة وهناك فريق من أهل العلم يقولون بوجوب مسح الأذنين وأن الأذنين من الرأس كما يعبرون ولماذا أقول لك هذا الكلام حتى تعلم أن المسألة يسيرة الأمر الآخر ليس شرطا أن يدخل الإنسان الماء إلى داخل أذنه مثلا وإنما السنة أن يأتي مسح الأذنين أن يمسح ظاهر الأذن وباطن الأذن ويدخل السباحتين في صماخي الأذنين ولا يبالغ وإنما ظاهرها فالشمع لا يمكن أن يصل إليه شمع الأذن ما يمكن أن يصل إليه وجود قشرة لا تضر هذه لا تضر المسح حتى لو لم يكن هناك قشرة فما دام أنه مسح أغلب الأذن أغلب الأذن صح ذلك ولله الحمد والمن أم شيما من الجزائر تقول أمي الله يرحمها عندها منزل أعطتني المنزل وكتبته لي وقالت لي هذا لك وحدك وليس معك فيه أحد وقالت ذلك للجميع وتركت مبلغ من المال عندي في البيت وقالت لي هذا لي بعد وفاتي لك وهذا بالنص أنت وأخوك الأصغر لم تخص أخانا الكبير بشيء السؤال هل هذا المنزل حق لي أو أنه يتبعني منه حق أو يعني إلى آخر ما ذكر أختي أم شيما من الجزائر بارك الله فيك بالنسبة لما ذكرته الوالدة لا شك بأن فيه نوع من الظلم ونوع من التمييز بين أولادها وهذا لا يجوز ومحرم في البيت أخت الفاضلة هذا تركة أنت تأخذين نصيبك المفروض شرعا من البيت والباقي يوزع على إخوانك الأخ الكبير والأخ الصغير وإذا كان عندكم أخوات أيضا يشاركناك في الثلثين وبالنسبة إذا كان عندك أخوات أنت وأخوانك للذكر مثل حظ الأنثيين لوجود إخوة للذكر مثل حظ الأنثيين بالنسبة للمال التي قالت لك وأخيك الصغير طيب بأي حق هل هذا من كسبكم أم من كسب الوالدة إذا كان من كسب الوالدة أيضا هذا مثل البيت ما يجوز هذا ظلم ولذلك أخت الفاضلة صحي في هذه المسألة وارفع الظلم عنه ارفعي ليمكن أن يترتب على والدك وهي في القبر يعني لأنها ظلمت هذا التمييز إلا إذا كان أخوك الكبير راضي وأخوانك راضين وقالوا نعم نحن أصلا تنازلنا عن هذا هذه مسألة أخرى لكن إذا كان في نفوسهم شيء لا صحح المسألة بارك الله فيك حسناء من أمريكا تقول هل المال المدخر لحج بيت الله الحرام فيه زكاة حسناء من أمريكا بارك الله فيك الجواب نعم بالنسبة للمال الذي يدخره الإنسان للحج ويمضي عليه حول كامل ولم يحج تجب فيه الزكاة يعني ينظر في المال ويقسمه على أربعين ويخرج الزكاة وهي ربع العشر بارك الله فيك عبد الله عبد الرحمن من مكة يسأل يقول اشتريت عندي سيارة اشتريتها عن طريق قرض البنك وكانت معي لمدة 15 سنة أنا قبل شهرين بعت السيارة اشتريت أخرى نقدا بدون قرض أو مثلا مصرف لاحظت تغير غريب في نفسي محافظة شديدة على الصلاة وأشعر بقرب من الله ولم أجد هذا الشعور إلا الآن علما بأني كنت مهمل في السابق يعني في الطهارة من الجناب ومتكاسر عن الصلاة وفاتتني أشياء كثيرة وانا فاتتني صلوات لا أحصيها ولا حول ولا قوة إلا بالله وأشعر يعني بندم شديد يسأل يقول هل لما تخلص من السيارة السابقة فعلا تغيرت حياتي أو شيء من هذا القبيل أخوي عبد الله عبد الرحمن من مكة أولا الحمد لله الذي فتح على قلبك وهداك والحمد لله الذي فسح في عمرك ومد في أجلك واعتنيت بأركان الإسلام وفرائض الدين هذه نعمة من نعم الله أما قضية السبب الله أعلم الله أعلم قد يكون بسبب تعاملاتك المحرمة السابقة مثلا قد يكون توبة تبتها إلى الله قد يكون معروف أن تقدمته لشخص ما شعرت فدع الله لك فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعائك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يخطر أن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه انطلق يعني مبتسم وربا يعني قد تكون أطعمت جائعا فدع لك ففتح الله على قلبك عموما أنت لا تشغل نفسك بهذا أنت احمد الله عز وجل الذي هداك وفتح على قلبك واثبت على ما أنت عليه واطرب العلم وزيد من الطاعة والعبادة وفق المشروع الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن من حالك وأري الله عز وجل فعلا صدق قلبك وإخلاصك وإقبالك على الله عز وجل حتى يكفر الله عز وجل عنك ما مضى من حياتك من هذا التفريط الذي أشرت إليه في سؤالك فرحان من العراق مدينة ربيعة يقول أنا أداوم في مدينة بعيدة وأستمر لمدة عشرة أيام هل يجوز لي أني أجمع وأقصر في الصلاة فرحان من العراق من ربيعة مدينة ربيعة بارك الله فيك أخي الفاضل بالنسبة صورة المسألة التي ذكرتها أن لك الآن إقامتان إقامة أصلية وإقامة عمل في الطريق ما بين المدينتين لك أن تقصر وأن تجمع في الطريق أما إذا وصلت إلى محل العمل فأنت في حكم المقيم ولذلك لا تترخص برخص السفر بارك الله فيك أم شيماء من اليمن تقول توفي زوجي يوم 12 جمادة الأولى وأنا محتجبة وتسأل عن يعني متى أنتهي من الحجبة ومعي ثلاث أطفال وبنتين وولد أم زوجي وأبوه متوفين هل أنا أرثه في كل شيء حتى ولتزوجت بعده أم شيماء من اليمن رحم الله زوجك وغفر الله له وأسأل الله تعالى أن يجعله في جنات النعيم أخت الفاضلة بالنسبة لك تجب عليك العدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام وذلك لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراء نبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميتا فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء الأمر الثاني تجتنبين خمسة أشياء الطيب ولبس الذهب والثياب الجميلة والكحل والمكياج وصبغ الشعر هذا كله تجتنبين والخروج ما تخرجين إلا لضرورة أو حاجة الضرورة في الليل والحاجة في النهار مدة أربعة أشهر وعشرة أيام إلا إذا طردت لخروج مستشفى مثلا كما أشرت نعم تخرجين بالنسبة لك أنت تارثين زوجك لك الثمن ولأولادك لذكر مثل حظ الأنثيين أبوه أمه إذا كانوا عايشين كل واحد يأخذ السدس إذا كانوا ميتين قبله ما يحسب لأولادهم شيء يعتقد بأنه نصيب للوالد لأنه ماتوا قبله بالنسبة لإخوانه محجوبين بأولادك إخوان زوجك محجوبين بأولادك ولذلك ما يكون عليهم شيء أخت ما يعني يرثون شيء بارك الله فيك أم يوسف من ليبيا تقول في اليوم الذي توفي فيه أبي اشتد عليه المرض ولم يستطع صلاة العصر والمغرب والعشاء فهل عليه شيء وهل الصدق يعني تصل إلى المتوفى أم يوسف من ليبيا رحم الله والدك وغفر الله له وجعله الله تعالى في جنات النعيم أخت الفاضلة بالنسبة لوالدك ما دام أنه كان في حالة حالة مرض شديد واشتد عليه وما استطاع الصلاة فهو معذور فهو معذور يعني في حالة احتضار مرت عليه صلاتين أو ثلاثة أو أربعة وهو يحتضر ما عليه شيء ولله الحمد والمن بالنسبة للصدقة نعم الصدقة تصل إلى يصل ثوابها إلى الميت بإذن الله سبحانه وتعالى الأخت رهف من ليبيا بارك الله فيها تقول أنا في الصف الثامن أعاني من التنمر من قبل الأشخاص ولا أستطيع الدفاع عن نفسي لأني أخاف من الله فماذا تنصحني بنتي رهف من ليبيا بارك الله فيك وأسأل الله تعالى لك الثبات وواضح بأن لديك عقل راجح وأنت صغيرة حيث أنك يعني تركت هؤلاء وسلمت أمرك إلى الله عز وجل خشة أن يعني من ردة فعل بالنسبة لك قد تظلمين فلكن عندك الحق بأنك ترفع أمرك إلى الإدارة ليأخذوا لك الحق ولله الحمد والمن تقولين أنا لا أريد أن أصعد الأمور الحمد لله يعني ادعي الله عز وجل بأن الله تعالى يكف شرهم عنك والتزمي بالأدعي مثلا تقولين اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم اكفنيهم بما شئت كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم من خاف يعني شيئا وبالنسبة لك أنت مأجورة يعني هذا التنمر كل ما يقولونه أو يتصرفونه في ميزان حسناتك لكن أنبهك إلى أنه إذا استمرأوا هذا الشيء وزادوا فيه قد يضرك هذا الشيء ولكن تلجئين إلى الإدارة أو تلجئين إلى السلطات مثلا لمنع مثل هذا النوع من التنمر سارة من أمريكا تقول بأنها تدرس في الجامعة وسوف تتخرج وذكرت سؤال طويل قالت بأنها كانت تغش يعني في الامتحانات وبدأت الآن تلوم نفسها ويعني تقول الآن الحفل قريب هل تنصحني أنني أحضر لأني أشعر إذا شاركت مع الأوائل بالذات أني ما أستاهل ما كان هذا بجهدي إلى آخر ما ذكرت سارة من أمريكا بارك الله فيك الحمد لله الذي أيقظ قلبك وضميرك وإن كان يعني هذا متأخر لكن أحمد الله عز وجل الذي أيقظ ضميرك وأحيا قلبك وعرفت خطأك الآن دورك أنك تتوبين إلى الله عز وجل توبة نصوحة لإقلاع عن الذم الندم على فعله العزم الأكيد على عدم العود إليه المسألة الثانية تحذرين زميلاتك من الغش وتبين لهم حرمة الغش وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من غشنا فليس مننا وفي لفظا من غشة فليس مننا الثالث تكثرين من الاستغفار وذكر الله عز وجل وإذا قدر الله وتوظفته وإن شاء الله تتوظفين وتحصلين على وظيفة طيبة تكثرين من الصدقة هذا الذي عليك ويكفيك الحمد لله التوبة إلى الله سبحانه وتعالى أبو محمد من بلجيكا يقول ابنتي تريد أن تشتغل في تشريح الجثث جثث للإنسان وأحيانا يكون رجال وأحيانا يكون نساء هل هذا حلال أم حرام أخوي أبو محمد من بلجيكا بارك الله فيك بالنسبة لي تشريح الجثث يختلف باختلاف الدافع والمهيج والعمل ولذلك المجامع الفقهية ودور الفتوى وهيئات كبار العلماء لهم فتاوى في هذا معروفة ولذلك إذا كان الغرض مثلا تشريح جنائي هذا لمصلحة المتوفى ولمصلحة ذوي الميت يعني إذا كان تشريح مثلا لأمور فيها مصالح علية مثلا ذهبوا إلى أن هذا جاز أما خلاف ذلك فينهون عن هذا لأن الله تعالى قال ولقد كرمنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وكذلك ما يتعلق بنقل الأعضاء إذا كان في مصرحة نقل الأعضاء فعمو من أخي الفاضل يعني ابنتك لا بد أن تنظر إلى طبيعة العمل هذا ما هو هل هو يعني مثلا ما يتعلق بالأدلة الجنائية وتشريح إنما في خدمة أهل الميت وأيضا لأخذ حق الميت مثلا إذا كانت وفاة غير طبيعية مثلا هذه مسألة تختلف باختلاف الحال ندى من السعودية تقول جاءني عرض عمل كمنسقة مواعيد لقسم التجميل في عيادة طبية أخبروني بأني أشرح العملية للعميل وأخبره عنها وبالفعل حجز لها لكني شكيت بالعمل هل هو محرم أم لا لأن قسم التجميل تضمن بوتكس وفيلر وتوريد وأمور يعني مثل هذه فلا أعلم الحكم أشرا ندى من السعودية بارك الله فيك أولا أختي الفاضل لا بد أن نعلم بأن التجميل على قسمين من حيث الحكم الشرعي تجميل مأذون فيه وتجميل محرم أما التجميل المأذون فيه فهو مثلا إعادة عضو إلى مكانه معالجة تشوه حصل مثلا وجود عيب خلقي مثل ما يعبرون وإن كان الحمد لله خلق الإنسان في أحسن التقويم لكن قد يكون يعاني الشخص من انسداد في الأنف بسبب عظمة الأنف بسبب عوجاج في الأنف مثلا ممكن الأسنان مثلا تعالج وشيء من هذا القبوة هذا مشروع كان التجميل هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حديث سعد بن أو أسعد بن عرفجة الذي انقطع أنفه يوم الكلاب استأذن النبي عليه الصلاة والسلام فأذن له أن يتخذ أنفا من ذهب في آخر القصة التجميل المحرم هو تغيير خلق الله عز وجل استجابة للشيطان الذي قال الله جل وعلا عنه قال وَلَا أَمُرَنَّا فَلَيُغَيُّرُنَّا خَلْقَ اللَّهِ وهو عدم الرضا بخلق الإنسان وأعضائه وصورته وصورته فيذهب يغير خلق الله تصغير الأنف تكبير الصدر فعل كذا استخدام بعض المواد لا لشيء إلا لعدم الرضا مع سلامة الإنسان هذا تنتبهين بارك الله فيك وفي مسألة أخرى أختي ندى بارك الله فيك وهي قاعدة مهمة وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا قاعدة استفتي قلبك وإن أفتاك المفتونة وأفتوك أنت الآن ما سألت إلا أنك إيش تردد وتشعرين بأن في شيء صح أو لا إذن استفتي قلبك في ترك هذا الشيء هذا المعنى أنت الآن عرض عليك عمل متردد فيه حصل عندك شك حصل عندك تردد حصل عندك ريبة اتركه لله وسيعوضك الله عز وجل خير وهذه قاعدة عموما في جميع الأمور يعني حتى في المعاملات المالية مثلا أنت الآن مقبلة على مثلا مساهمة شيء ترددت فيها حسيت أن في شيء غير طبيعي تركيها لله هذا الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام أم عبد الرحمن من موريتاني تقول كنت حامل في شهر رمضان وما صمت و جاء رمضان الثاني وما قضيت ماذا علي أختي أم عبد الرحمن من موريتاني يبارك الله فيك ليس عليك إلا قضاء هذا الشهر تقضين هذا الشهر الذي فاتك وأتى عليه رمضان الثاني يبقى سؤال الآن عندك أنت تجيبين عليه لماذا ما قضيت ما بين الرمضانين إذا قلت والله ما استطعت يعني ولادة و نفاس و رضاعة و تعب و أمراض و كذا ما عليك شيء إلا القضاء إذا قلت لي لا أنا الحمد لله يعني جاءتني فرصة أني أقضي لكني تساهلت و تكاسلت و تهاونتها و فتفاجأت بأن رمضان الثاني دخل علي تقضين و تطعمين عن كل يوم مسكين عن كل يوم مسكين لفتوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم معتز من ليبيا تقول أعاني مشكلة صحية في العظام و عندي بواسير أبدأ الصلاة واقفة في الركعة الأولى و باقي الركعات مستندة على السرير سواء في الفرض أو السنة ما حكم ذلك أم معتز من ليبيا شفاك الله و عافاك و كتب الله أجرك أخت الفاضلة ما دام أنك لا تستطيعين القيامة في الصلاة إلا في الركعة الأولى تكبرين قائمة ثم بعد ما تنتهي من السجدة الثانية تستمرين جالسة لعدم قدرتك على القيام بسبب مشاكل العظام و البواسير اللي عندك أنت معذورة بارك الله فيك واستمري على هذه الطريقة و أسأل الله تعالى لك الصحة و العافي لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم و لأن النبي عليه الصلاة و السلام قال إذا أمرتكم بأمن فأتمن ما استطعتم و هذه استطاعتك بل جاء نص في هذا الأمر و حديث عمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جم أم فاطمة من عمان تقول عامل بناء كان عندنا غير مسلم و عمل في بناء بيت للأهل 2006 تقول ذهب هذا العامل و لا نعرف أين ذهب بحثنا عنه ما وجدناه و راتبه ما زال عندنا ماذا نفعل في هذه الحالة و هو غير مسلم أختي أم فاطمة من عمان بارك الله فيك بالنسبة للمسلم يتعامل من منطلق دينه و عقيدته و مراقبته لله و لذلك لا يجوز للمسلم أن يبخس حقوق الآخرين حتى لو كانوا من غير المسلمين فالله تعالى أمرنا بالعدل و أن نؤدي الحقوق إلى أصحابه و هذه أمانات فلذلك أخت الفاضلة احرصوا على أن تجدوا هذا العامل و ارجعوا إلى مؤسسته التي كان ينتمي إليها أو الشركة احرصوا على المقاول قد يكون يعرف هذا الشخص مثلا يعني قصدي أنا يعني من غير تعيين أنكم تبذلون كل وسيلة تصنعون كل حيلة مناسبة أنكم تصلون إليه والله وصلتم إلى قناع ما يمكن الوصول إليه تصدقوا بهذا عنه فإن الصدقة على غير المسلم تنفعه في الدنيا تنفعه في الدنيا لأنه تعالى يجازيه في الدنيا بارك الله فيك أبو عبد الرحمن من ليبيا يقول أنا مهنتي بحار أخرج إلى البحر لمدة ستة أيام هل يجوز لي القصر مع العلم أن المسافة أكثر من مئة كيلو أبو عبد الرحمن من ليبيا بارك الله فيك بالنسبة لك وعلى ضوء ما ذكرت في سؤالك ووصفت وشرحت أنت مسافر ولو يعني بقيت ستة أيام أو عشرة أيام حتى لو زادت فأنت مسافر فأنت تحقق فيك السفر كون المسافة يعني حتى على قول الجمهور ثمانين كيلو فأكثر وأيضا أنت تشتغل في هذه السفينة وبحار وتبقى هذه المدة ثم تعود فأنت تترخص برخص السفر أبو بثينا من الجزائر بارك الله فيه يقول أنا وكيل شركة مكمنات غذائية توقفت عن العمل لفترة سنة أو أكثر لكني اشتهرت بين الناس بهذا العمل يأتيني أحدهم يسألني عن المنتجات أوفرها له وأزيد في السعر هل يجب أن أحوز المنتجات قبل عقد البيع مرة أخرى وهذا جوز أنا أخذ من المشتري مالا وأذهب وأشتري له السلعة إلى آخر ما ذكر مع العلم أني إذا اشتريتها من مالي قد يتراجع المشتري أخي أبو بثينا من الجزائر بارك الله فيك ورزقك الله من واسع فضله أنت الآن اشتهرت بهذا العمل وتوفر البضائع أنا أنصحك بأن تفتح يعني محلا إذا كان عندك القدرة فلماذا تبقى سمسارا ولماذا تبقى فقط مندوب مثلا أنا أنصحك يعني ولا يعني تتصاغر نفسك خاصة لو أن عندك الخبرة بهذا تسلم طيب تقول أنا ما عندي قدرة وما عندي استطاعة يجوز لك بشرط ألا تعقد معهم عقد بيع وإنما وعد بالبيع ووعد بالشراء ما يمكن لماذا لأنك ما تملك هذا الشيء إلا أن تكون سمسارا تكون وسيط بين الباع وبين الشرك عفوا بين الباع وبين المشتري أو بين المشتري وبين الشركة التي توفر الأدوية هذه والمكملات تقول أنا أريد أن أستقل يجوز بشرط أن تعلم بأن ما تتفق مع المشتري إنما هو وعد وعد إذا قالك أنا أتراجع ما تلزمه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما ليس عندك عبد الله من ليبي بارك الله فيه يقول أنا كنت سجين في فترة من الفترات ومرت في السجن وعندما اشتد ضيقي حينها نذرت لله انشفاني وخرجت من السجن أصوم الاثنين والخميس مدى الدهر نجاني الله وخرجت وقمت بعملية وتحسنت حالي وبدأت بالوفاء بالنذر وبعد سنة تقريبا انتكست صحتي وأفطرت سنة عدى رمضان بطلب من الطبيب وقال ليبي ان الدواء الذي اخذه يحتاج الى الافطار ولما شفيت بفضل الله عاودت الوفاء وانا الآن مستمر على ذلك ماذا علي في السنة التي افطرت فيها أيام النذر الى آخر ما ذكر عبد الله من ليبي بارك الله فيك عليك قضاء هذه الايام تقضي هذه الايام بارك الله فيك ما دام ان الصحة قد عاودتك والعافية قد رجعت اليك وهذه نعمة من الله عز وجل تقضي هذه الايام لانها نذر والنذر اذا فات يومه تقضيه بارك الله فيك لان دمتك مشغولة بهذه الايام التي فاتتك خاصة وانها نذر بارك الله فيك ام علي من امريكا بارك الله فيها تسأل تقول يا شيخ زوجي يقول لي اريد ان تنقش اقدامك كاملة وانا ارفض اقول بانه حرام اكشف العورة عند مثلا بنت وشيء من هذا القبيل تسأل تقول كيف اتعامل مع هذه الحالة ام علي من امريكا بارك الله فيك بالنسبة لزوجك اذا كان يقصد النقش الذي هو الحن لا بأس يعني المرأة تنقش اقدامها عند امرأة حتى لو كانت غير مسلم لان هذا في القدمين ونظر المرأة الى قدم المرأة لا شيء فيه لا شيء فيه واما اذا قصد الوشم لا هذا حرام ما يجوز اذا قصد الوشم ما يجوز لان النبي عليه الصلاة والسلام لعن الوشمة ولعن المستوشمة وهذا يشمل الوشم الدائم والوشم المؤقت مسعود الغريبي من سلطنة عمان يقول انا عندي زوجتي تفقد الجنين يعني اكثر من مرة الان ست مرات تقريبا وفي الشهر الرابع والخامس والسادس المستشفيات يقولون كل شيء طبيعي يعني ما علامة ذلك مسعود بارك الله فيك وشف الله زوجتك وعافاها صلى الله تعالى ان يرزقك الذرية الصالحة الطيبة اخي الفاضل عليك بالروقي الشرعية وعلى زوجتك بالرقية الشرعية وكثرة القراءة خاصة في فترة الحمل تقرأ على نفسها الفاتحة والقواقل مثلا وانت تقرأ عليها مثلا والدعاء والصدقة هذه كلها نافعة بإذن الله واضح مدام أن العيادات والمستشفيات يقولون كل شيء طبيعي لكن ينزل في هذه الأشهر يعني ما في ارتخاء في الرحم ما في مشاكل صحية أخرى هذا يحتاج إلى رقية بارك الله فيك والله تعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء قل جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ولذلك الرقية الشرعية قراءة الفاتحة مع التوكل على الله توفيض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وإذا كان أيضا هناك امرأة صالحة طيبة على المنهاج السليم وطريق الصحيح تقرأ عليها أيضا تستعمل مثلا الماء المقري مثلا أو الزيت المقري هذا كله نافع بإذن الله سبحانه وتعالى أخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج أما الأسئلة كثيرة منتهت لكن إن شاء الله نكمل في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته